تفاؤل وإرادة وتحدي اليوم بها الموضوع المهم اللي بالتأكيد دينش بكبيرة من الأمهات بتشكي منه اليوم نشوف قل الحب قل الشغف لأطفال تحديداً بشكل عام نقدر نحدد اليوم أنه في عنا هاي الظاهرة وصلت لمستوى ظاهرة شوفي أول شي سيد صباحك وصباحكم متابعينكم الكرام ولا شك أنه كل حالة بتابعنا أو رح يتابعنا متأكد وبصملك أنه صارت فيه هناك فجوة في موضوع تحبيب الطالب للعملية التعليمية والدراسة لا سيما أنه مرت علينا جائحة كورونا ولا زالت لكن في فترة كانت فترة قاسية جداً جعلت العملية التعليمية عملية صعبة صعبة بكل مكوناتها سواء كانت في البيئة التعليمية سواء كانت في الأدوات وكمان سواء كانت في دور الأهل ولا شك أنه الأهل بعانوا وأنا أحكي لك بكل صراحة الأهل بعانوا المعلمين بعانوا أنا في خلال زياراتي العديد بالمدارس في هذه الفترة ولقاءاتنا مع مدرسين ومع تربويين هناك فجوة حقيقية ما بين الطالب والأهل وهناك معاناة ومعاناة بمعنى قسوة أنه الطالب بات لا يحب تلك الدراسة وأصبح عنده وجود التكنولوجيا العالمية والثورة الرقمية الكبيرة جدا والأدوات التي يتم استخدامها في العمل التعليمي سواء كانت في البيت أو في المدرسة جعلت في فجوة كبيرة جدا الطالب بطل عنده الشغف أو الحب أو النهم اتجاه العلامة بطل يتهددوا العلامة وتأثر فيه يعني إحنا في أجيالنا كانت العلامة ونص العلامة تخلينا نتكركب فوق بعضنا اليوم معادي ما بفرش معها جاب علامة وجابش علامة واندوش مشكلة فالشغف فيه مشكلة نعم اتجاه الطلاب نحو العملية التعليمية فيه مشكلة الأهالي بيعانوا نعم الأم تعاني لأنه برضو كمان الإشكالية الكبيرة وأحكيها بكل صراحة باتت الأمية ستكون معلمة رياضيات وبدأتعلم عربي وبدأتعلم انجليزي وفرنسي وبدأتعلم كل المواد والأم ليست لها تلك الخبرة والإمكانية بصراحة وإذا كان عندها ثلاثة وأربعة ومشاء الله فلتتها وزيابت لها خمسة فالأمر فيه معاناة حتى نكون واقعيين هي ظاهرة وفي معاناة في البيت وفي معاناة عند الأمهات وتعاني الأمهات في كيف نقدر نتعامل مع أولادنا في ظل هاي الفجوة وهذه الثورة الرقمية دكتور بشكل مبسط يعني شو السبب؟ ممكن نحكي التكنولوجيا اليوم هي السبب الكورونا اللي صار معانا بس إحنا ما بنحكي عن حدود سنتين الموضوع من فترة طويلة وإحنا بالفعل لما بنشوف هالطلاب نحكي إحنا ما كنا هيك بتاتا شو اللي بصير يعني؟ شوفي هو إحنا ما نحط كل شيء على كورونا أكيد أنا باتفق معاك لكن هي عملية متكاملة ومتراكية من الأسف الشديد من الأسباب الرئيسية أنا بقول دائما لم يمكن الطالب في العملية التعليم بمعنى أنه ما صنعت المدرسة بيئة جاذبة للطالب وأنا بيتحدث الآن بقضايا تربوية ورموز تربوية يعني هل المدرسة بيئة جاذبة؟ أنا بتحدى من سنوات أنه الطالب مستعد يصحى الصبح واو عندي مدرسة بالكارطة أنت بتيمي عشان روح على المدرسة فهو انعدام الشغف البيئة التعليمية غير جاذبة الأساليب اللي بيتم استخدامها غير جاذبة المعلمين أغلبهم غير مؤهلين في العملية التعليمية وما يزعلوا مني المعلمين هو قادر في المعرفة لكن عنده مشكلة في المهارة كيف أنه يجدد الطالب ضيفي على ذلك فجوة الأهل اللي من زمان أصلا كانت موجودة يعني أنا كنت أزور مدارس كثيرة جدا في زيارات الأولياء الأمور ومدرسة يكون فيها مثلا ألف طالب ويتم الدعوة لكل الآباء والأمهات في زيارة عشان والله فيه ندو عنا يجي عشرة خمستاش مدارس الأمات كذلك الأمر ففيه فجوة فيه غياب حقيقي ضاف على ذلك موضوع الكورونا وقضية التعليم الإلكتروني وعدم جهزيتنا للموضوع فهي العديد من الأسباب بصراحة ولدت عند الطالب من عدم الشاف أحكي لك بكل أمانة كمان في واقع وفي قضية خفية وتشاهد وتسمع من الطلاب وأنا بشوف كثير من الطلاب أنه بات التعليم لا يقدم الجدول بديها لأنه إحنا نحكي عن عشرات الألاف من الطلاب الخرجين البطالة الشديدة اللي موجودة عندنا ما فيش عمل فهو بتطلع على أخو المهندس وأخته من الأوائل في الصيدلة وابن عمه الشاطر كان في المحامة وغيره وغيراتهم من التخصصات وهو اللي قاعد بدور على شغله مش لاقي وأصبح في طلاب صغار وأنا بسمع مش حدا بيقول لي أنه أنا ليش أدرس ما في النهاية أشتغل أحسلي أتعلم مهني أحسلي أنزل على الداخل أحسلي هذا التراكم الشديد ولد أنه في حالة بعد بصراحة في حالة انعدام الثقة في التعليم الرغبة بطلت فيها يعني حب عند الطالب وطبعا هون زاد الهم على الأم والأب بصراحة أنه كيف أنا أخلي الطالب يحب التعليم وكيف المدرسة تكون جادبة كيف أقنعه برضو دكتور أنه في إلك مستقبل في هالبلد يعني أنت مثل ما حكيت اليوم كل اللي بشوفه من إخوته من اللي حواليه نعكس على معنوياته على شغفه على ممارسته يعني الأبسط شيء اليوم الواحد يتعلم ويحقق إنجازات وانت حكيت على نقطة كثير مهمة دكتور هي الوسائل التعليمية اليوم وإحنا اليوم نفقدها يمكن المعلم نفسه مل من تكرار المادة التعليمية فبالتالي ما في أي وسيلة جذب وخلينا بس من منطلق نقطة التفاؤل حكيت أنت من الوسائل التعليمية يعني من يومين استضفنا معلم علشان برضو إحنا ننصف المعلم الفلسطيني معلم ابتكر طريقة للحسابات الذهنية بشكل كثير ملفت واستضفنا طالبين الطالبين بيحكوا لك دكتور إحنا لما نجي نفكر نغيب عن المدرسة بس نتذكر أن الأستاذ رح يعلمنا طريقة الحسابات الذهنية بطريقة المبتكرة إحنا من نقوم نلبس ومنطلع على المدرسة ومنحبها فهذا يعني بتدلل على أهمية النقطة اللي أنت ركزت عليها اليوم الأسلوب الطريقة المختلفة اللي إحنا منقدر نقنع الطالب فيها أنه تعال على المدرسة فيه إشي كتير حلو بنتظرك أنا أحكي لك بصراحة بتجربة في 2019 أنا كنت مدير لبرنامج رخصة مهنة التعليم مع جامعة كامبرج وهذا البرنامج طبقناه مع وزارة التربية والتعليم على مئة معلم وكان فكرة البرنامج طبعا هي بريطانيا رقم واحد في العالم في إشي بسموه رخصة مهنة التعليم من جامعة كامبرج كنت أنا مسؤول هذا البرنامج التدريبي وأحكي لك بكل أمانة وبتجربة نوعية المئة معلم اللي خضعوا للتدريب في البيئات الجاذبة هم نفسهم متأثروا في العملية التعليمية لأنه أنا بدي أضيف نقطة كتير أنت تفضلت فيها ونموذج صحي اللي تفضلت فيه المعلم حينما يكسب ويكتسب المهارات يصبح هو الجاذب لأنه أنا بصراحة بحب المادة عشان بحب المعلم وأنا بكره المادة عشان بكره المعلم ما نجملش الأشياء فلالطالب يتأثر لأنه إحنا بشر فلما يمكن المعلم في الأساليب المتميزة والقادرة أنا بقولك بيكون جاذب ومبهر وأنا وإياك من الذكر معلم معلمين ثلاثة لمؤثرين جدا بعمق طب ليه ما نصنع هاي البيئة وهذا اللي إحنا اللي هو التوجه تبعا نعم المعلم لما يمكن ويعطى التدريب المتميز أنا بقولك يا جاذب جدا ولو لم تكن البيئة مناسبة رحت ع بعض المدارس في مناطق في خرب خرب يعني المدرسة زينكو يعني وحالة حالة لكن بيئة التعليم اللي هو المعلم الجاذب اللحنون الأب المرب المعلم الجاذب الإنساني بيعمل عمل غير عادي وأن هذا كلام بفهمه تماما هي هاي الجزئية اللي لازم اليوم نركز عليها إنه كيف نكون لدينا القدرات الكاملة في جاذب أبناء نحو التعليم وهذه مهمة الأبا والأمهات على فكرة اليوم يعني لو كان السؤال طب شو نعمل ماشي والله شخصتونا الواقع ويلا حزن والأهمية أنا بقول للأهل برقم واحد وهنا السؤال اليوم الأهل وين دورهم أهمية دورهم في هالمرحلة أنا بدي حكي لك نقطة كتير مهمة وبتمنى كل أهل ركزوا معنا أنا دائما دائما بقول لازم نصنع لأبنائنا أحلام كيف يعني ما تخلي ابنك شخص عادي ما تطلع على طفلك إنه إنسان عادي يعني ماما يلا أدرس عشان تدرس وتصير شاطر شاطر في اللواعي ما إلها معنى ناجح في اللواعي ما إلها معنى لكن لما تبدأ الأم تركز على رموز معينة أو قدوات أو أحلام للطفل ويبدأ يركز عليه ببدا الشغف عنده بيختلف بمعنى لما تطلع على الطفل إنك إنت العبقري إنت المهندس الأول في فلسطين إنت اللي رح تحصل على جائزة نوبل إنت اللي رح تكون كذا الأم لما تكرر هذه الطريقة بأكثر من أسلوب بتفرق معها نجيب قصة أديسون توماس أديسون لما طرد من المدرسة وكتب كتاب أنه مطرود لانخفاض قدراته الذهنية والعقلية فلما نظرت أمه في ورقة الطرد قالت واو لقد كلفوني بتعليمك أيها المبدع إحنا بجيب تسعة ونص الله يعطيك عافية أيها فلنظر نجر في الولد بجيب خمستاش أو أربع عشر من خمستاش بتصير تقول آه طالع على عمامك أو إذا شاف الأب طالع على أخوالك أو على أمك هذا أسلوب لدور صحيح طمعا لأنه في النهاية فيه ثلاثي أذات دام في العلاقة اللوم والمقارنة والانتقاد إذا استخدم في العمل التعليمي بدمر ففصيرش فيه شغف إحنا نعمل البدائل رقم واحد اصنع لابنك حلم اصنع لابنك هدف حط بابنك القصة قصة النجاح قصة التميز قل له أنت العبقر المحامي المتميز لذا بأصنع الحلم ببدأ أعطي المهارة الآن هذا الحلم أكتب له إياه حوله لقب حطه بغرفته علشان الطفل يصير عنده شغف اتجاه الحلم تبعه واتجاه الفكرة أنه بده إياها لأنه ما بزبط أنه تقول يلا يا دكتور هالإنسان مشاعر الإنسان بتأثر أي كلم بتأثر فيه شكرا بدي يكون فيه شغف وأن الأم تكون جد هي جادة ومقتنعة وتطلع على طفل بهاي الطريقة لما يكونوا معصب ومبدوش تدرس وزهقان وعايف حالهم فرفط روحوا كل أولادنا هيك كل أولادنا هيك لازم هي تبدأ عملية الاحتضان فيه نقطة مهمة جدا وفيه خطر شديد بداهمنا وأنا بأعتقد أنه إحنا صرنا في بأسفل الحفرة يعني أكثر كثير بأسفل الحفرة قصة الأجهزة الإلكترونية اللي منملكها لأولادنا ومنعطيهم إياها كثير من أهالي بيسألوني طب شو الحال يا دكتور قلت له ولاشي أندو بالخدينة والطمي على كفيك وقول يا حسياري تهم حسين أنا سوي هيك فيه حل حل إني أنا مرات سأكون حازما مع ابني بحط وقت وبحدد زمن وبكون صارم مع هاي الموضوع إذا أنا بشتغل مع ابني صح أنا بصير بعودهم هو الإنسان يتعود إذا أنت كنت حازم وصارم في بعض الأحيان وإنما يقسو المرء على من أحب أنا هون لما بصنع حلم وبصنع لقب وبعزز عند الحب كمان ما أخلي ضحية هذه الأجهزة ودمارها لما ابني بيكون عمر 11 سنة وتسع سنوات بقعد لساعة تنتين بالليل والماما نايمة أو بيكون البنت عمرها 11 سنة قاعد على الواتساب أو قاعد على التيك توك أو على الأجهزة الإلكترونية المختلفة والسوشيال ميديا بغض نظر شو أسماءها وبساعات طويلة جدا ثم تحصيله الدراسية تدنى 100 تدنى طبيعي بدي تدنى لأنه الشغف الأفكار اللي عنده ذهبت هون ببدأ أشتر على التعليم أنا كتير بشكر الأشخاص اللي بيعملوا محتوى تعليمي اليوم في كتير صار محتوى على التيك توك صار محتوى إن كان فيه ناس بيحاربو على السوشيال ميديا على اليوتيوب غيرها بقدم محتوى تعليمي جاذب كمان خليني نستخدم هاي الأداء في جاذب أبنائنا يعني ما نكون عندنا عفوا إنه والله ابني بتعلم هاي القصة وخلص بدي أسحب منه أنا ما بقول أسحب الجوان أنا بقول نظم أنا بقول رتب أنا بقول حدد زمن وراقب المحتوى لما تشتر بهاي الطريقة مع وجود الحلم مع وجود اللقب مع وجود الشغف الطفل بصير عندهم حركة داخلية جواته نقطة كتير خطيرة زور المدرسة طب ليه زيارتك للمدرسة تعمل حالة الدفع العاطف للطفل والأمان ونقطة حكيها بكل صراحة اليوم عبر محطتكم وشاشتكم الكريمة الأهل اللي بيسألوا في أولادهم اللي معلمين بهتموا فيهم صحيح بالعربي الأهل اللي بيسألوا في أولادهم المعلمين بهتموا فيهم مش معت المعلم بهتم مش قصدي لكن إحنا بشر لما بشوف ولي الأمر محاضر وموجود طلقائيا بدي أحرص عليه صحيح بصير أعرف شو فيه بتفاهم مع المعلم مع المرشد مع المدير كيف نحل كيف نساعد ونفس الإش الطالب دكتور بصير في عنده رقابة ذاتية شكرا في حرص وبيعرف اللي المعلومات تصل فهون لو يكون إحنا اليوم كثير من المدارس ومشكورين بيشتغلوا بشكل كبير جدا على أنه يصير البيئة داعم البيئة ساندة للمجتمع المحلي وجود أولياء الأمور شيء مهم جدا ما نستخف بهذه النقطة يعني أنا دائما ما بقول تكون سلبي وظلك تحكي على المدرسة وعلى المعلمين وعلى المناهج طب وإنت وين دورك دورك في الدعم والإسناد والشراكة والتبني ووجودك أنت كمان في بيئة تعليمية إسنادك لابنك وكمان أنه يكون يعرف أنه في رقابة من الأهل هذا بطي الدعم دكتور برضو صار في تأثر من الأهل نفسهم بالوسائل التكنولوجية بالتطور اللي حاصل فإحنا بطلنا عارفين مين نعالج يعني مين نحل المشكلة أحكي لك كما قال الشعر بالمعنى أنه اليتم الحقيقي ليس اللي فقد أمه وأبوه لكن الأم التايها والأب اللي شارد يعني دول واليوم بطل يطلع القهوة اليوم قهوة صارت التكتوك والكافي شوب تبعتها الواتساب يعني بطل الموضوع أنه والله أنه لا بكونوا موجودين مع بعض بس هم مش موجودين مش حاضرين مع بعض والحمد لله لقبل فترة بتتذكر لما طفت هيك السوشال ميديا هيك بجوز الساعة ساعتين ثلاثة في ناس عرفها بعض عرفنا ابن كبران هاي إشكالية كبيرة ومخيفة يعني إحنا بنضحك بس هي مخيفة مخيفة بمعنى أنه إحنا بدنا حلول سحرية إحنا ما معنا عصى موسى إذا ما كان أنا كأم وأب أخذت الموضوع بجدية وخذت الموضوع بالتزان وخذت الموضوع بالتزان أني أتعامل مع ابني وأصنع شغفه وأصنع حلمه وأعرف أنه هذا واجب ومسؤوليتي ما بقدر أحسن أداءه ما بقدر أشوف ابني والله العالم والعظيم والشخص القائد والمهندسة أو المحامية أو الممرضة رائعة أو حتى أيش عمل إيش ما بده يعني في النهي حلمه أو صاحب المليونيرات ما عندي مشكلة أنا بالنهاية أنا اليوم لما بمر على الشوارع بطلع على المدارس وبقرأ أسماء المدارس بكون جداً سعيد بقول البلد فيها خير لأن هاي المدرسة بإسم فلان وإسم فلانة هدول أولاد البلد وأنا دائما بحكي للشباب والطلاب الجامعات وطلاب المدارس إحنا هيك بدنا بدنا خيرك يعود على بلدك ونقرأ أسمائكم بس بدناها يكونوا أموات إياكم يكونوا أحياء أن يكون هاي المدرسة وهذا المعهد وهذه الكلية وهذا شيء بشعرنا بسعادة على فكرة حتى إحنا بجامعة النجاح نمتقرأ الكليات بأسماء أشخاص مؤثرين هذا البدنا إياه لأنه لازم الخير يعود على البلد وهذا العظمة لا تصنع ببساطة تصنع بتركيز بحب بشغف وأحكي لك بكل أمان ما يخرج من القلب يصل إلى القلب وأنا متأكد أن الأمهات عندهم تلك العظمة وبأثره ما تسأل بحالها لأم بتقول يعني يعني كلمة آه كلمة بتأثر وبتسامة بتأثر وتبتبع على الكتب بتأثر ومرات قبلة لأبني في حاجتها بتأثر لما تقوله أنا شافك عظيم أنا شافك مبدع شوف التأثيري لنفسي كيف بيكون وبصير عنده الشغف هون بتخلق الشغف صحيحة الكلمة الحلوة بتأثر وبتغير